السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد دائما درس التولد والوراة عند الحيوان اليوم سنتعرف عن موضوع من مواضع هذا الدرس استراتيجيات الباقة دائما مرجع المرشد في النشاط العلمي الهدف التعلمي من هذا الدرس هو أن نصف استراتيجيات مختلفة التي تزيد من عدد الذرية يعني كيف يمكن لحيوان ما أو لنوع من الحيوانات أن يستمر في التواجد أن يستمر في التكاتر والبقاء على قيد الحياة إذن نبدأ بالوضعية ولاحظ وأفهم زار محمود عمته في القرية وبينما هو يتجول في الزريبة لاحظ دجاجة جالسة فوق بيضها فحاول طردها نهرته عمته قائلة داعي الدجاجة تحضن بيضها حتى تفرخ صغارها فاندهش محمود إذا لاحظوا معي صورة دجاجة تقوم بحضانة البيض إذن فالدجاجة تضع البيض وهذا البيض بعد مدة من الحضانة يفقس إذن ليعطينا كتاكيت وبالتالي استمرارية هذا النوع من الطيور إذن الدجاج إذن سنقوم بصياغة سؤال التقصي ثم بعض الفرديات للإجابة عن هذا السؤال إذن يمكن أن نقول كسؤال للتقصي كيف تحافظ الحيوانات على نوعها وعلى استمراريتي إذن عن استمراريتي هذا النوع مثلاً لنأخذ على سبيل المثال الفيالة إذن كيف تحافظ الفيالة على استمراريتي نوعها وعلى بقائها على قيد الحياة إذن بالنسبة للفرديات إذن يمكن أن نقول بأن التكاتر يعني التوالد والتكاتر عند الحيوانات ما يمكنها من استمرارية إذن استمرارية والبقاء على قيد الحياة إذن نمر الآن إلى النشاط الأول إذن بطبعة حال هذا الدرس خاص بنشاط واحد فقط إذن استراتيجيات البقاء عند الحيوانات إذن لدينا نص سنقوم باستخراج وتحديد استراتيجيات البقاء إذن عند الحيوانات تستعمل الحيوانات عدة طرق للبقاء على قيد الحياة فهناك تديات التي تقوم برعاية صغارها إذن رعاية الصغار إذن رعاية الصغار إذن من استراتيجيات البقاء ومنها من ترد أعدادا كبيرة إذن الولادات الكبيرة إذن أعداد كبيرة وبعض الحيوانات البيضة إذن التي تبيض في فترات متقاربة إذن وضع البيض في فترات متقاربة أو تنتج البيضة بأعداد كبيرة إذن إنتاج البيض بأعداد كبيرة بالإضافة إلى طرق أخرى مثل الافتراس الافتراس يعني مثلا حيوان مفترس مثلا كالنامر تعلب أسد إلى غير ذلك إذن فهو يحافظ على نوعه بالافتراس عبر عملية الافتراس إذن فهو يحتاج إلى طعام يحتاج إلى افتراس لكي يعني يستمر في الباقة التخفي إذن التخفي عن أعين المفترس مثلا الحرباء فهي تتخفى إذن فلا يمكن مثلا معرفة مكانها وبالتالي فيتحافظ على نوعها الهروب من الخطر إذن في أماكن الخطر مثلا حيث يتواجد عدد كبير من المفترسين إذن فأفضل طريقة للبقاء على قيد الحياة الهروب من الخطر إذن السؤال يقول أقرأ النصة وأحدد استراتيجيات البقاء عند الحيوانات إذن طلقا من هذا النص سنحدد استراتيجيات البقاء إذن عند الحيوانات ونقوم بكتابتها إذن لدينا رعاية الصغار إذن مثلا عند التدييات الولادات الكثيرة والمتقاربة إذن الولادات كثيرة ومتقاربة إذن الإفتراس كذلك التخفي الهروب من الخطر إذن هذه استراتيجيات البقاء عند الحيوانات نمر الآن إلى أنشطة أطبق أضع كل حيوان في المكان المناسب إذن لدينا سمكة، الأرنب، الدجاجة، والقطة إذن كل نوع من هذه الأنواع إذن فهي تسلك استراتيجية معينة للبقاء تلد عدداً كبيراً من الصغار هنا نتحدث عن قطة إذن القطة هي التي تلد عدداً كبيراً من الصغار إذن تلد في النige فترات المتقاربة إذن الأرنب فهي من الحيوانات تلد فين في فترات متقاربة تلد في فترات متقاربة نتحدث عن الدجاجة إذن فالدجاجة تبيض في فترات متقاربة إذن سنكتب هنا الدجاجة ثم السمكة تبيض عدداً كبيراً من البيض فهي تضع عدد كبير من البيض دفعة واحدة إذن السمكة إذن هنا سنكتب السمكة إذن هذه هي الأجوبة الخاصة بهذا النشاط إذن سنقرأ الآن مكتسبات الجديدة إذن تستعمل الحيوانات عدة طرق للبقاء على قيد الحياة حيث تقوم التذيات برعاية صغارها كما تنتج أعداداً كبيرة من الصغار أو البيض أو الإنجل في فترات متقاربة بالإضافة إلى طرق أخرى مثل الإفتراس والتخفي والهروب من الخطر إذن بالنسبة لإستراتيجيات البقاء عند الحيوانات إذن نتحدث عن رعاية الصغار إنتاج أعداد كبيرة من الصغار يعني الولادات أو البيض الإنجل في فترات متقاربة ثم لدينا الإفتراس التخفي والهروب من الخطر إذن هذه الإستراتيجيات الخاصة بالبقاء على قيد الحياة عند الحيوانات والتي تمكنها من التكاثر من زيادة عدد الدرية ومن البقاء على قيد الحياة إذن أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو معيدنا يتجدد إن شاء الله في الفيديو القادم مع الدرس المقبل دائماً من نفس المرجع وعلى نفس القناة كونوا في المعيد إلى اللقاء